فراس كرم مراسل أورينت نيوز ينضم إلينا مباشرة من حما أهلا بك فراس بداية هل تكشفت أي معطيات معلومات حتى ساع عن عملية اعتقال الطبيب على الحاجز بي حما؟ نعم هجر طبعا عادة عندما تقوم ميليشياء أسد الطائفية أو الميليشيات الأمنية التابعة للنظام باعتقال المواطنين في ريف حماية يتم اغتيادهم إلى جهات أمنية أو عادة يتم اغتيادهم إلى مراكز أمنية هي تعتبر تابعة للميليشيات بعيدة عن أنظار الأجهزة الأمنية المنتشرة في محافظة حما أو في مدينة حما جرى اعتقال هذا الطبيب في منطقة السعن أو السلمية شرق حما على أحد الحواجز التابعة للميليشيات الأسد الطائفية هذه الميليشيات تعتبر خارج المنظومة الأمنية تعمل لصالحها تقوم على ابتزاز المدنيين أو المواطنين الذين يتم اعتقالهم عادة على الحواجز المنتشرة على الطرق العامة أو الطرق التي تصل المحافظات بين بعضها البعض طبعا هناك أنباء أن ميليشي أسد الطائفية التابعة للمخابرات الجوية أو التابعة لقوات ميليشيات سهيل حسن قامت باعتقال هذا الطبيب ومن ثم اغتياده إلى جهة مجولة حتى الآن لم يتبين الجهة أو المكان الذي تم اغتياده إليه هذا الطبيب من قبل ميليشي أسد الطائفية في هذه المنطقة ضعنا في صورة الوضع أكيد القصف مستمر أين يتركز كيف هو الوضع الإنساني ماذا لديك من تفاصيل نعم في الساعة الماضية شهدت عدة قرى في سهل الغاب قصف مكثف من قبل ميليشي أسد الطائفية تركز قصف على قاربة الحويجة والقصف الشمالي من سهل الغاب قرى العنقاوي والزيارة كان مصدر هذا القصف المدفعي ميليشي أسد الطائفية المتمركزة في معسكر جورين وقرى العزيزية والكريم طبعا طال القصف قرى الشريعة والحويز بخذايف الهاون أيضا من قبل ميليشي أسد الطائفية المتمركزة أيضا في قاربة الكريم بالإضافة إلى ذلك كان هناك قصف بخذايف الهاون على مدينة قلة المضيق وأيضا برشاشات ثقيلة كان مصدرها أيضا ميليشيات أصد طائفية المتمركزة في مدينة سقيربية كان ذلك بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي أيضا استدفى مدن كفرزيتا واللطامينة ومحيط مدينة موريك شمال حما أدى هذا القصف خلال الساعة الماضية إلى جرح أكثر من عشر مدنيين في ماراتك متفرقة من ريف حما شكرا لك في راسكرا مراسل أورينتي نيوز من حما مباشرة